مولاتي تعالي هويام خير في شي سلطانة بعد إذنك بدي طالع ولادي على الحديقة الخاصة قلت بركي السلطانة خديجة حابة ترافقني مو مشكلة طلعوا خديجة تمشي لك شوية بل كي بترتاحي هويام شوفي ويقام قال لي قبل شوي أنه هو قدري يلاقي للعراف يعقوب ويجيبه وهلأ هني عم يستنون بأسر الرخام بل كي حكى شي مومني يعني ما رح تجي معي واقفور البرافان ما في قبل كنوش لوش يا سلطانة سألوه هو بجاوبكن طيب إذا بدكن أنا بسأله وبردلكم الجواب شكرا ما في داعي الأحسن أنه نحنا نسأله أنت استنى على الباب وانتبه إذا إجي حدا بتخبرنا فوراً تخبرنا بسألت أه بسألت أه بسألت أه إنديとか أستعررت أخبرنا؟ أنا حامل، قلاني، ومشغول بالي على طول شفت صبي عم يبكي شايفه لها الصبي قاعد بحضن أمه شعره أشقر مثل الدهب أنتوا رح تنبسطوا فيه كثير، وهو رح يكون مبسوط بحياته شفت يا خديجة، الصبي ما شاء الله يحقوب أفندي شف لي طريقه لإبراهيم باشا حيرجع لك بس طريقه مو سهل أبداً، في خطر كبير بس حيوصل سالم بس شايف واحدة، مثل ضله، عم بترقبه على طول، انتبهي ميث سلطانة، إن شاء الله تطمنتي بعد ما سمعتي كلامه بنشكر الله شو قصده بالكلام اللي حكى بالأخي؟ سمعتي؟ في وحدة هالتشاؤم، بلا هلأ، انت لازم هلأ تكوني متفائلة مدام قدرنا نجيب يعقوب أفندي لعنة، أنا حابة أسأله سؤال كمان طبعاً طبعاً، رح روح أصلاً راسي وجعني موسيقى انت كتير حزينة ومزعوجة وهالشي بسبب غيمة سودة بقلبك كأنه نفسك مقطوع في واحد ماسكك من رقبتك وعم يضغط عليها كيف بده تروح الغيمة السودة؟ بدي الشمس ترجع تشرق عليا؟ الحل هو الموت الدم بينضفها الغيوم السودة ما ممكن تشرق الشمس مولاي عليك إلا بهالطريقة